الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات هذا الشهر من برنامج الحوار المباشر حيث نواصل في سلسلتنا سيرة الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام للشهر الثاني على التوالي رأينا في الحلقات الماضية نماذج من سيرته العطرة في طفولته وشبابه ورجولته ورأينا كيف أن هذه السيرة كانت سيرة نقية طاهرة مطهرة بحيث شهد له كل من عرفوه وعاصروه من المسلمين والهندوس والمسيحيين ومن كل من عرفوه وعاصروه شاهدوا له بالتقوى شاهدوا له بالصلاح شاهدوا له بمكارم الأخلاق التي لا يضاهيه فيها أحد بحيث أصبح مشهورا ومعروفا بالصدق والأمانة والورع والتقوى والبر والإحسان وكان نموذجا كاملا للمسلم الحق المتبع للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل حركة وسكنه وكان ثانيا في حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ولا هم له سوى أن يعرف الناس هذا النبي الأكرم ومقامه ومنزلته التي غفل عنها العالم بما فيهم المسلمون ولم يقدروا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم حق قدره يقول حضرته عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات رحمته أنه أرسل الرسل وبعث النذر وأسس عمارات الهدى ومن آيات رحمته العظيمة البدر البدر الذي طلع من أم القرى في ليلة اسودت دوائبها العظمى رفع الظلمات كلها ووضع سراجا منيرا أمام كل عين ترى ما عندنا لفظ نشكر به على مننه الكبرى أيقظ العالمين كلهم ونفى عن النائمين الكرى تلقى كل هم وغم للدين بطيب النفس لمن برى وَسَنَّ بَذْلَ النَّفْسِ لِلَّهِ لِكُلَّ مَنْ يَطْلُبِ الْمَوْلَى لِكُلْ مَنْ يَطْلُبِ الْمَوْلَى فَنَا فِيَلَّهِ وَسَعَى لِلَّهِ وَدَعَى إِلَى اللَّهِ وَطَهَّرَ الْأَرْضَ حَقَّ طَهَارَتِهَا فَيَا عَجَبًا لِلْفَتَى رَبِّ رَبِّ اجْزِي مِنَّا هَذَا الرَّسُولَ الْكَرِيمَ خَيْرَ مَا تُجْزِي أَحَدًا مِنَ الْوَرَى وَتَوَفَّنَا فِي زُمْرَتِه وَاحْشُرْنَا فِي أُمَّتِه وَاسْقِنَا مِنْ عَيْنِه وَاجْعَلْهَا لَنَا السُّقِيَا وَاجْعَلْهُ لَنَا الشَّفِيعِ الْمُشَفَّعَ فِي الْأُولَى وَالْأُخْرَى رَبِّ رَبِّ فَتَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الدُّعَاءَ وَآوِنَا هَذَا الذَّرَاءَ رَبِّ يَا رَبِّ رَبِّ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على ذلك النبي الرؤوف الرحيم وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى ويقول أيضا بما تعريبه إنني دائما أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي الذي اسمه محمد عليه ألف ألف صلاة وسلام ما أرفع شأنه لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي وليس بوسع الإنسان تقدير تأثيره القدسي من المؤسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها إنه هو البطل إنه هو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها لقد أحب الله لقد أحب الله غاية الحب وذابت نفسه تماما شفقة على خلق الله وقد ذابت نفسه تماما على شفقة على خلق الله لذلك فإن الله العالم بسريرته فضله على الأنبياء كافة وعلى الأولين والآخرين جميعا وحقق له في حياته كل ما أراد ويقول أيضا ما تعريبه ومن التعليم الضرورية لكم أن لا تتخذوا القرآن مهجورا فإن فيه حياتكم إن الذين يكرمون القرآن سيكرمون في السماء والذين يؤثرون القرآن على كل حديث وعلى كل قول سيؤثرون في السماء لا كتاب لبني نوع الإنسان على ظهر البسيط الآن إلا القرآن ولا رسول ولا شفيع لبني آدم كلهم إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاسعوا جاهدين أن تحبوا هذا النبي ذا الجاه والجلال حبا صادقا ولا تفضلوا عليه غيره بشكل من الأشكال لكي تكتبوا في السماء من الناجين ويقول حضرته داعيا بالعربية ربي ربي اجذي منا هذا الرسول الكريم خير ما تجذي أحدا من الوراء وتوفنا في زمرته وحشرنا في أمته واسقنا من عينه واجعلها لنا السقيا واجعله لنا الشفيع المشفع في الأولى والأخرى ربي فتقبل منا هذا الدعاء وآون هذا الذرى ربي يا ربي صل وسلم وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الإمام الذي مضت القرون في انتظاره هذا الإمام الإمام المهدي والمسيح المنتظر هذا الرجل الذي مضت القرون في انتظاره وخلى كثير من صلاح الأمة يتحسرون لأنهم لم يشهدوا وقته وزمانه ولم يحظوا بلقائه فهؤلاء الصلاح كانوا ينتظرونه فكم نحن محظوظون إذ جاء هذا الإمام وبايعناه والتحقنا بجماعته التي هي جماعة المؤمنين الأخيرة التي لا يضل عنها إلا هالك فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نواصل اليوم في هذه السيرة العطرة الصيرة الطيبة آملين أن نتمكن من إلقاء بعض الضوء عليها بعون الله تعالى ورحمته وفضله بارك الله لكم طبعا أنا كما عودناكم إخوتي وأخواتي بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو عبر المشاركة الحية عبر موقعنا إسلام أحمدية دوت نت أو عبر صفحتنا على الفيسبوك الحوار المباشر فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إخوتي وأخواتي طبعا أشكر الإخوة الضيوف الأستاذ عبد المؤمن طاهر والأستاذ تامين بدقة والأستاذ فتحي عبد السلام الأستاذ فتحي نبدأ معك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده آخر النبيين ما عدى بن مريم الذي بشر به محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا انتهت القضية وجاء المسيح الموعود عليه السلام ونحن الآن نتكلم عنه جاء الذي كنا ننتظره وأحواله هي المتوقعة منه يعني جاء الشخص المتوقع وأحواله هي الأحوال المتوقعة لكي يكون مسيح الله كيف نشأ مسيح الله نشأ في حد مريم ربته مريم كيف ذلك مباشرة أستاذ فتحي أرجوه ربته يا يحيى نعم خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هكذا هي نشأة الصالحين فننظر الآن شهادة أحد الأصدقاء الذين ذهبوا إلى البيت نحن سمعنا عن شهادات الذين رأوه في العمل في سيال كوت مثلا ومن احتكاكه بالمجتمع المحيط به فشهد له مجموعة كبيرة شهدوا بإخلاقي وعقليتي وتقوى وتفاصيل حياته نحن الآن في داخل البيت شهادة الصديق اسمه مرزا دين محمد المحترم من قرية لينجروال في عام 1872 كنت صغيرا يعني هو بيتذكر ذكريات الطفولة مرزا نظام الدين وغيره أبناء عمتي أهر الحديث نشيطين في ذلك العصر ومسيطرين ووالدي من أهر الحديث والشيخ رحيم بخش والد الشيخ حسين البطالوي كان أيضا يعني يزور هذا المكان إذن بيت الوالد المسيحي الموعود كان مكانا محطا لزيارة الناس وكان منهم أهر الحديث ومنهم وارد حسين البطالوي يقول هنا اللي هو الأخ مرزا دين محمد يقول وكنت عادة أدخل إلى بيت وارد حضرة المرزا بسبب القرابة وأحيانا كنت أقيم عنده عادة وبسبب انتواء حضرة المرزا كنت لا أظن لمرزا غلام مرتضى لا أظن له أولاد غير المرزا غلام قادر يعني لم يكن يعلم أو يتصور أن إلا له ابن واحد اللي هو مرزا غلام قادر وبعدين كان يرى في المسجد شخص هو مرزا غلام أحمد وفجأ بأن هذا الشخص الذي كان يراه في المسجد أحيانا فجأ بيدخل البيت في يوم الأيام وفي اليوم التالي وجده يدخل البيت فبدأ يحس أنه هذا الشخص من أهر البيت ف في المرة الثانية أدركه يريد أن يدخل معه إلى الغرفة فكاد المسجد المسجد عليه السلام يغلق الغرفة فوجده قد اقترب من الباب فقال له ماذا تريد هكذا يحكي الصديق قال له أريد فقط أن ألتقي بك فأدخله وأجلسه عنده وسأله من أين جئت قال أنا من لينجروال وأصبح صديقا له هنا هذا الصديق صار يعيش معه أحيانا ويبيت معه في الغرفة لأنه كان شابا صغيرا وفهو يتذكر أحواله ويحكيها اليوم فماذا يحكي علمني الاستخارة سيد المعود اللي سنه حوالي تلاتة حوالي سبعة وثلاثين أو ستة وثلاثين سنة بيعلم هذا الشاب الإنسان الصغير الاستخارة فعلمنا الاستخارة وعلمه لم أكن أتكلم بعد أداء ركعتهم بعد العشاء السنة البعدية بعد العشاء علمه أن لا يرغي أن يترك اللغو لماذا؟ لكي يحتفظ بالشحنة الرحانية التي اكتسبها من الصلاة في الصباح طبيعة هؤلاء الذين يبيتون بهذه الطريقة أن الله يريهم أشياء قد تكون بشرة قد تكون خبر فكان يسأله هل رأيت الرؤية؟ فإذا رأيت الرؤية أخبرته صباحا وكان عنده كتاب تأويل الرؤية باللغة الفارسية ويقرأ فيه ثم أمره أمر هذا الصغير الذي تعلم قال علم الاستخارة لأهل بيتي والأهل بيتك إذن هو يأمر يعلم ويأمر من يعلمه بأن يعلم يعني هو يربي مربين ويعلم معلمين حتى في هذا السن يحكي أن هناك شخص كفيف البصر اسمه الحافظ معين الدين يأتي عادة لزيارة البيت فماذا كان يصنع المساء المعود عليه السلام مع هذا الإنسان كان المساء المعود من ضمن أنه وجد هذا الضيف أو الصديق الجديد أن الطعام كان يأتيه في سلة يرتفع إليه في الغرفة العلوية في سلة فلأنه صار صديقا فصار يذهب إلى المطبخ مطبخ البيت الكبير ويحضر له الطعام بنفسه لكي يعوضه عن مسألة السلة ثم وجده أن هذا الشخص الكفيف المساء المعود يعطيه الطعام يخلط الطعامين مع بعض الطعام الضيف وطعامه ويقدمه للشخص الضيف والمساء المعود يمكن يأكل ببطء شديد لكي يتيح الفرصة للضيف أن يأكل إذا أراد بعد أن ينتهي من الطعام هل تريد أكثر فكان يقول نعم أريد أكثر فكان يعطيه الطعام الموجود كله طعام الشخصيين وكان يأكله كله وهو لا يدري ولا يعرف طعام من هو يجي الطعام ويأكل والمساء المعود يرسل لكي يشتري حبات حمص أفغاني فيأكله هو والصديق فيعني يشبع جوعهما ببعض حبات الحمص حتى يؤثر الضيف على نفسه طيب والإثار مش بس في الطعام وفي كان عند الليل هناك أريكة وسرير فالضيف ينام على على السرير والمساء المعود ينام على الأريكة طيب بعد النظام يصلي في المسجد مع الجماعة في المسجد بعد العشاء يصلي النافلة في البيت النوافذ في البيت بعد العشاء بعد النافلة لا كلام طيب ماذا بعد هناك نوم بعد هذه النافلة نوم طيب وبعد النوم يستيقظ في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل فيقوم الليل بالقرآن يصلي ليلا قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك كيف كان يقرأ القرآن الصادق الذي نحن عرفنا سيرته جاء بهذا الصدق من القرآن إذن هو كان يقرأ القرآن لكي يتدبره ولكي يستخرج منه أثناء القراءة أدلة صدق محمد عليه الصلاة والسلام نحن نتكلم عن رجل يقضي عشرات أتقول عشرات السنين يقرأ القرآن ليلا ويتأمل أثناء القرآن في أدلة صدق محمد عليه الصلاة والسلام أهناك مسيح غير هذا إن لم يكن هذا هو المسيح فمن هو يصلي حتى قبل الفجر بفترة يشعل المصباح ويمسك بالقرآن فيظل يقرأ قرآن حتى الفجر وبعد صارات الفجر في المسجد يعود فينام قليلا لأنه يكون مجهدا قليلا من السهر بالليل ما معنى هذا نحن عرفنا نهاره نحن عرفنا نهاره في سيلكوت وعرفنا نهاره في الحياة العامة وفي المحاكم قد عرفنا النهار ما هو عمله بالنهار اتقان العمل والصدق طيب ما هو عمله بالليل قراءة القرآن والحياة مع الله طيب نفتح كده كتب تاريخ الصوفية وتاريخ الصالحين في هذه الأمة الصالحون إذا جاء الليل جاء وقت اللقاء مع الله ونومهم هو نوع من أنواع اللقاء مع الله وإلا فما معنى ماذا رأيت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنبر شيء آخر يقول فليشهد لكم الصباح أنكم قضيتم الليلة القيام ها هي ليلته شهد بها هذا الإنسان من ذكريات طفولته أو سباه أنه كان يصبح الصباح فيشهد له الصباح أنه قضى الليلة تقيا لربه سبحانه وتعالى كان مع الله مع ذي الجلال مع ذي الإكرام مع الملك القدوس مع الذي كل له يسمى الحسنة مع رب الوجود يعني كان حور العرش كان كالملائكة يطف حور العرش بالليل وشهد وشهد له النهار شهد له كل الشهدات التي قلناها من قبل شهد له النهار عندما يأتي المساء يشهد له ذلك المساء أنه قضى النهار كله يشتغل في في مملكة الصدق يشتغل في مؤسسة الصدق ويأخذ مرتبه بناء على الصدق وحواف الصدق الذي صنعه طول يومه هذا هو المسيح الموعود عليه السلام وسحقا للكاذبين الذين يتهمونه بارك الله بارك الله جزاكم الله سأل جزاء الواقع أن اللافت الذي يجب أن ننتبه إليه بداية طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن حضرته رغم ميله مرغبته أن يظل أن يظل دائما على علاقة وعلى صلة مع الله تبارك وتعالى وكان هذا همه في الليل والنهار إلا أنه لم يكن يغلق بابه في وجه أي طالب ولا في وجه أي مسكين يعني ولا في وجه أي صاحب حاجة سمعنا كثيرا من القصص يعني الناس إذا جاءوه للجلوس معه لم يكن يقول لهم مثلا والله اذهبوا لا وقت لدي لكم وإنما كان يقول تعالى وشاركوني اجلسوا معي وكان يعلمهم ما استطاع وكان يشاركهم في طعامه بل يتخلى عن طعامه لأجل إنسان مسكين كفيف ولا يبالي بذلك يعني باختصار ميله للعزلة لم يجعله إنسانا ينفر من لقاء الناس بل على العكس يعني كان يجد كل فرصة ملائمة لكي يخدم خلق الله تبارك وتعالى لأنه يرى فعلا أن المسلم المؤمن الحقيقي لا بد أن يكون حانيا ومواسيا لخلق الله يعني ذكر الأستاذ فتحي ضمن هذه القصة كيف أن هذا الشخص مجرد الفضول دفعه لكي يذهب ويرى من هو هذا الشخص من هو ميرز غلام أحمد الذي لا أراه كثيرا فلم يقل له يا أخي ماذا تريد يعني اذهب عني واذهب إلى غلام قادر اذهب إلى الآخرين فقال له تفضل وأجلسه وعلمه وأصبح يبيت عنده وأصبح يعطيه السرير ويقضه أيضا ليلا وأيضا يشاركه في طعامه فيعني هذا يؤكد أن حضرته في الواقع كان مثالا للمؤمن الحق الذي يبيت ليله في رضا الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن عمليا الموساة الحقيقية يريد أن يكونوا مثل هؤلاء الشباب عارفين بالله ليس فقط له بل هذه حرقة الموساة لخلق الله أن يكونوا يعني على درجة من الأخلاق ودرجة من الروحانية لهذا آثر طعامه للآخرين آثر سريره لهذا الضيف يعني في الصلاة وفي العبادة وفي التهجد وفي غير ذلك يعني بمعنى إذا أردت أن تصاحبني فمعنى ذلك تعال ومارس معي ما أريد أن أمارس اشتغل حضرة ميرز أولام أحمد عليه السلام أيضا في ذلك الوقت بتدريس وتعليم من يرغب بذلك من الأصدقاء والمعارف لوجه الله تعالى لا يريد جزاء ولا شكور أستاذ زعبد المؤمن هل لا ذكرت لنا قبل أن أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أبدأ في الرد على هذا السؤال كنت أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الأستاذ فتحي والأستاذ طميم بأن عزلته كانت تاني فقط لكي يركز على عبادة الله تعالى وذكره وعلى القراءة والتدبر في القرآن الكريم وكتب الدين والدنيا الأخرى مما ينفع الناس وينفع في الدين أيضا ينفع في الدين أما أن تأتي عليه فرصة لخدمة الناس فكان لا يدعوها تفوته أبدا سبعا في البيت أو خارج البيت كما نرى أحداثا كثيرا مثلا قصة قصة حكاها المسيح المسيح نفسه أنه كان مرة ماشيا أو ذاهبا من قاديان ماشيا فكان معه أحد الزعماء وجاءت سيدة عجوز تطلب من هذا الزعيم أرجوك أن تقرأ لهذه الرسالة فنهرها والمسيح والسلام كان أيضا يمشي فتوقف فقال آتني ماذا عندك فقرأها لها فيقول المسيح سننظروا هذا الرجل لم يعرف ما هو البر ما هي الحسنة فوت عليه هذه الحسنة العظيمة كان يستطيع يجبر قلب هذه العجوز بقرأة رسالتها ولكنه لم يفعل ذلك وعندما قرأته أضطر لكي يتوقف معي وينتظرني فكان المسيح السلام في هذا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقرأ عنه أن الجارية كانت تأخذ بيده وتوقف وتحكي له حاجته حاجتها فالمسيح السلام عندما كان يعتذر يعتذر لإعبادة الله تعالى وللتركيز للتدبر في القرآن الكريم وكتب الدين الأخرى ليس أنه كان ينعزل الناس نفورا منهم هذا فقط أردت أن أضيف هذه القصة أما في هذه المرحلة التي قضاها المسيح السلام بعد أن رجع من سيالكوت وبعد أن بدأ في كتابة المقالات في الجرائد هذه الفترة التي نتحدث عنها في هذه الفترة المسيح السلام كما نعرف عاش زاهدا في الدنيا كما ذكرنا مرارا وكان يضطر أحيانا لمطابعة القضايا التي كان والده يمره بها في المحاكم أن يتابعها وكان يفعل ذلك فقط استجابة لوالده وإلا كان يكره ذلك كما ذكر مرارا ففي هذه الفترة أراد المسيح السلام أن ينفع خلق الله تعالى بطريقة أخرى وهي أن يعلم معارفه وأصدقائه ومن ياتيه ما عنده من علم ومعرفة الدينية والدنيابية فأول من نذكر من هؤلاء الذين تعلموا على يد المسيح والسلام هذه العلوم هو نجله الأكبر مرزا سلطان أحمد الذي قرأ بعض الكتب من قواعد العربية على يده وكذلك علمه بعض الكتب الفارسية مثل قلستان سعدي وبوستان سعدي وهما ديوانان بالفارسية لسعدي الشرازي الشهير الفارسي الشهير كما علم حضرته من علي محمد المرحوم وكان هذا لا يعني نطاق هذه الخدمة لم يكن محصورا في المسلمين بل كانت كان بره يشمل الآخرين كما رأينا مرارا وتكرارا ومنهم الهندوس والسيخ فكان من هؤلاء الذين تعلموا بعض الكتب من المسلمين السيخي كيشنسينك والهندوسي ملاوامل وشرمبات الذين تقرر ذكرهما أمس أيضا فهؤلاء التعلم على يد المسلمين السلام بعض كتب الطب منها القانون في الطب اللي بن سينة وأثناء هذا التعليم أيضا ظهرت أخلاق المسيح والسلام السامية يذكرها هذا السيخ كيشنسينك يقول أن الناس كانوا لا يتشجعون على الكلام مع مرزا غلام مرتضى والد المسيح والسلام لأن كان ذاهب كبيرا ولكنهم كانوا يتحدثون مع المسيح والسلام بدون تكلف ويقول حتى ذلك الحين لم يكن مسيح معود نعم نحن نتحدث عن هذه الفترة ولكننا معتادون حتى يدرك المشاهد أن كيف نشأ هذا الشاب كيف نشأ هذا الرجل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى هذا الذي فعلا كان يبحث عن كل صغيرة وكبيرة من سنة الرسول سلم ليمشي حسبها مواساته اهتمامه صلواته عبادته كان محمد صلى الله عليه وسلم هذا يذكرني بقول الله تعالى لموسى عليه السلام وليتصنع على عيني الله تلسنعه امام عينيه في كل شيء اطاح له الفرصة ليتأسى بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاقه العظيمة فيقول هذا الصيخ بأنني كنت من تلاميذ المسيح مجرى غلام أحمد القادياني عليه السلام ولم أره قد يعاطب أحدا من تلاميذه ويقدم الاعتذار بأنه نائم أو يستريح أو في شغل بل كلما طرقنا عليه الباب فتح لنا وإن كان في نوم أو يستريح أو يكون مشغولا بعمل ويقول هذا الصيخ أنني كانت من عادتي أنني إذا أتيت ألقيت بعض الحصاء داخل الغرفة من النافذة فكان المجرى غلام أحمد عليه السلام يسمع صوت سقوطها ويفتح له الباب وبعد الأحيان ياته التعام وهو يتناوله فأذهب لتعلم عنده فكان يستمر في التعام أيضا وفي تدريس أيضا وإذا صدر مني أي خطأ سوبني وإذا احتاد ليعود إلى كتاب ومصدر قام بنفسه وأتاب الكتاب وأخبرني بما هو بالصواب ولم يفكر أنه يتناول طعامه ويقول لهذا الصيخ بأنني كنت أقرأ ودرس على يده كتاب الطب الأكبر اسمه الطب الأكبر وكان هناك بحث عن مرض الماليخولية مرض نفسي فقال المسيح الإسلام قال ميرضا غلام أحمد القادياني بأن الأطباء لم يتركوا حتى أولئك الذين يحبون الخلوة والعزلة وأتبروهم مجانين فيقول هذا الصيخ بأنني من قلة أدبي قلت كما يسمونك أنت فيقول أن ميرضا غلام أحمد تبسم عندما قلت ذلك ولم يسجرني قدت وبعد ذلك انتبهت لخطأي وتأسفت ولكن لم أقدم له أي عذر ومعذرة لأنني كنت أعرف أنه أسمى من أن ينتظر مني أي معذرة أو أسف فهذا هو هذه الخدمة التي أصداها المسيح المواوض الله سبحانه في تلك المرحلة من حياته للمعارف وللأغيار لوجه الله تعالى ومما كشف وجانبا من أخلاقه مع تلاميزه أيضا نعم كان حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام قد اهتم بالشعر باللغة الفارسية خاصة طبعا كانت أيضا الفارسية لها اهتمام كبير في ذلك الوقت كان ذلك في البداية يعني بشبابه وكان قد أصدر ديوان وكيف استخدم حضرة ميرزا محمد عليه السلام ملكته الشعرية في خدمة الدين لأنه همه في هذا التعلم وهمه في دراسة الطب هو لخدمة الدين لخدمة خلق الله كما ذكرنا البارحة ما قال حضرته لكي نعرف الدين الحق أمران هي التجربة العلاقة بالله فلهذا بحاجة إلى قيام الليل والتهجد والخلوة وأيضا خدمة خلق الله مواساة خلق الله وهي لكل الناس لكل البشر فهو اهتم بدراسة الطب واهتم بالتعليم وتدريس الناس واهتم بالشعر ليخدم الدين سيد مبارك الله فيكم الحقيقة أن الشعر باللغة الفارسية هذا له علاقة بأصل أسرته التي جاءت من سمرقند كما قلنا حيث إن جده الأعلى ميرزا هادي بيك كان قد جاء وأسس قاديان وهم قد جاءوا مع الإمبراطورية المغولية والمهم أن اللغة الفارسية هي كانت لغة الأدب والشعر ولغة أيضا الصوفية وكتب بها الكثير جدا من الأدبيات الهمة جدا والتي كانت رائجة في القارة الهندية خاصة يعني في بلاد فارس وفي القارة الهندية وهذا طبعا تأكيد على أنه فعلا رجل من فارس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللغة الفارسية كانت لغة تراثية في أسرته حيث أنهم كانوا يعني يجعلونها لغة التخاطب الرسمي ولغة أيضا الرسائل فيما بينهم كما ذكرنا يعني كأن استخدام اللغة الفارسية يعني بينهم وكأنهم يعني يحترمون يحترم المخاطب المخاطبة إذا كتب له باللغة الفارسية ولم يستخدم مثلا اللغة البنجابية التي كانت رائجة في ذلك الإقليم وذلك يعني لأن هذه اللغة بالنسبة لهم هي لغة الأدب ولغة الشعر المميز والخاص فكان والده أصلا يجيد كتابة الشعر باللغة الفارسية وكان له اسم مستعار وهذا على شاكلة الشعراء الفرس حيث كانوا يختارون أسماء مستعارة قصيرة لكي يعرفوا بها وكان اسمه تحسين وقد كان له مجموعة كبيرة من الأشعار وكان ميرز سلطان أحمد ينوي أن ينشر هذا الديوان فيما بعد ولكن شاء الله أن يضيع هذا الديوان لأنه قد سلمه إلى شخص وتوفي هذا الشخص بعد ذلك وسبحان الله لعل ذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يركز على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعلى ما يقدمه حيث أن الله تبارك وتعالى أنبأه بأنه ينقطع من آبائك ويبدأ منك يعني كل ما يتعلق بتراث الآباء كل هذا التراث العظيم انقطع حتى أن النسل الذي لم يلتحق بالمسيح الموعود من هذه الأسرة العريقة أيضا قطع فلعل هذا من فعل الله سبحانه وتعالى لكي يرى الناس فقط التاريخ ويبدأ تاريخ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام منه فلاحقا في ذريته التي أمنت به والتي اتبعته أيضا حضرته كان قد بدأ بكتابة الشعر باللغة الفارسية منذ صغره والله تبارك وتعالى زوده بهذه الملكة الشعرية التي ظهرت في الفارسية كما ظهرت لاحقا أيضا في اللغة العربية حيث نرى أنه بالفعل أديب وكاتب ويعبر تعبيرا عظيما جدا باللغة العربية ويقدم أيضا أشعارا هائلة ومذهلة يعني الذي ينظر في هذه الأشعار سيجد أنه لم يمتلك فقط ناصية اللغة وإنما كان يمتلك صورا شعرية وشعرية عظيمة سخرها في خدمة الدين يعني الشعر بعض الناس مثلا يظنون الشعر هو مجرد أن ينظم الإنسان أبياتا هكذا ويضع لها روي وقافية وغير ذلك لكن الواقع أن الشعر في حقيقته هو القدرة على هذا التصوير والقدرة على الصياغة وعلى البيان بطريقة تخلو بالألباب لأن كثير من الشعر في الواقع لا قيمة له ولا وزن ولا يمكن أن يعتد به بينما شعره كان على هذه المرتبة العليا بفضل الله تبارك وتعالى وكان أيضا شقيقه شعره بالفارسية نعم يعني لا يقل عزمة من شعره بالعربية حتى أن بعد الشيوخ المعارضين اليوم أيضا في قنواتهم يقرؤون بعد قصاعد المسيان السام ولا يقولون أنها له لكن جيد أنهم يستعملون ليس عندنا حقوق طبع محفوظة يستطيعون يستعملون لا لا يقرؤون ويقولون هل رأيتم شيرا أربع من ذلك هذا لمرضى غلام أحمد يقرؤون ثم يترجمون ويفسرون تفسيرا رأيا ولكن في الأخير يقولون للأسف إنه إدعى أنه مبعوث من الله نعم أنا سمعت في مرة في أحد الفيديوهات يقول الشيخ بعد أن شرح وقال ليته لم يدعي يعني يدعي دعواه لأن هذا الشعر فعلا عظيم وأنه كان جيدا على كل حال أيضا وشقيقه ميرزا غلام قادر أيضا كان يكتب الشعر وكان له اسم مستعار وهو مفتون وحتى حضرته كان قد اختار اسما مستعارا وهو فرخ أو فرخ وفرخ بالفارسية كما فهمت تعني الفرس السريعة أو الحصان السريع وكتب كثيرا من الأشعار في شبابه ولكن الواقع أن حضرته بعد ذلك ركز بعد أن بدأ بكتابة البراهين الأحمدية ثم بعد ذلك الشعر العربي والشعر الفارسي فيما بعد بعد دعواه أو بعد مرحلة البراهين الأحمدية الذي عثر عليه من شعره لأنه لم يكن يهتم كثيرا بجمع الشعر الذي كتبه في شبابه كان تقريبا من عام 1872 تقريبا أو 73 هذا هو الكلام الفارسي الذي عثر عليه وهذا الكلام كما يقول الذين يعرفون اللغة الفارسية أنه عظيم جدا وبليغ جدا وقد جمع بعد وفاته في ديوان سمي بالدر الثمين ونشر هذا الديوان عام 1916 فتركيز حضرته في شعره الفارسي كما في شعره العربي كما في شعره الأردي على تبيان التوحيد وعظمة الله تبارك وتعالى ومقام النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الإسلام يعني استخدم الشعر وسيلة لتقديم هذه الدعوة وللدفاع عن الإسلام و يعني لم يكن الشعر بالنسبة له عبث بل على العكس كان الشعر في خدمة الدين وفي خدمة هذه الدعوة والحقيقة أن هذه الأبيات العربية على سبيل المثال بالنسبة لنا نحن العرب كثيرا ما كانت سببا للفت انتباه الناس إلى هذه الدعوة وإلى تصديق حضرته لمجرد أنهم قد سمعوا بعض الأبيات ولا يملك أي عربي منصف له معرفة بهذه اللغة لا يملك إلا أن يقر بأنه شعر عظيم وأن معانيه رائعة وأنه لا يمكن أن يقول هذه الأبيات إلا صادق مبعوث من الله تبارك وتعالى نعم جزاكم الله حسن الجزاء ونأخذ بعض اتصالات الأخ عرقوب من الجزائر السلام عليكم صوتك مش مسموع الأخ في الكنترول ما المشكلة مع الأخ عرقوب لا يسمع صوته طيب نشوفه الأخ عرقوب أبو محمد من العراق سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيتم خيرا لدي سؤالين فضل أنا من بغداد لدي سؤالين إذا سمحتم فضل السؤال الأول السؤال الأول نعم السؤال الأول كما هو معروف من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كل أمة رسول الله تعرفه أظن يعني حسب ما أعتقد أنه أوصى في آخر الزمان سيخرج الله لأمته المهدي الموعود الذي سيملأ الله به الأرض عدلا وقصة كما ملئت ظلما وجورا يا سادة شيوخ الإمام الموعود المقصود عندكم كما أعتقد أنه جاء ومضى إلى سبيل الله أي توفي خرج من الدنيا ولم يغير ولم يغير شيء من حال الدنيا البائث الذي كما وصفها الله فتملأ كما وصفها رسول الله فتملأ ظلما وجورا وهي الآن ملئة ظلما وجورا وهو جاء ومضى ولم يتغير شيء من حال الدنيا فكيف هذا يتطابق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال الأول فضل هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني الآن المتتبع لما جرى في أمة رسول الله وما ظهر فيها من الجماعات الشبيهة بهذه الجماعة الأحمدية أنا لا أريد أن أتجاوز إنما أبحث باحث يعني أسأل سؤال باحث يدفق في هذه الحقائق فأقول الباحث يجد عشرات الجماعات بل ربما يتجاوز إن آت الجماعات كانت ولا زالت وكلها تبني أمورها غالبيتها لنقل على الرؤى الأحلام ونحن نعلم ونعرف أن الدين الإسلامي قد حدد وضبط ربطه رسول الله وقال وقال فيما يخص البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي أنا لا أستطيع إذا رأيت رؤية أن أضحها وأطبقها وأعتبرها من أساسيات دين وهذا معروف عندكم وعندنا وعند كل منث إن شاء الله فأجد أن هذه الجماعات تبني بناءها على كثير من الرؤية الرؤية نعم يا يا كرام نعم وسطة الفكرة دقيقة أستاذ فتحي يعني هذول السؤالين صح؟ تريد أن تضيف شيئا؟ أحسنتم ما عندي بعد إضافة جزاكم الله خير جدا الله يبارك فيك نعم إذن أولا يعني ما قلت حضرتك كلام خطير لأن أنت تتهم تماما كما اتهم بنو إسرائيل موسى عليه السلام عندما جاءهم في مصر قالوا له يا حبيبي ما استفدناش منك حاجة قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا هذا الاعتراض خطأ يعني أنت تريد كيف يعمل إذا الناس لم تقبل هذا المصلح الذي بعثه الله سبحانه وتعالى كيف يصلحها إذن إذا الإنسان مريض يذهب عند الطبيب يأخذ الدواء وهو الذي نصح والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة لماذا أنت تعترض على الرؤية أما نعم تريد أن تتشبث بمجرد روايات ضعيفة دمرت الأمة وقامت وجعلت الفتن بين السنة والشيعة والاختتال بسبب روايات ومرويات لا أساس لها لأن المسلمون اتخذوا هذا القرآن مهجورا الله سبحانه وتعالى وضح هذا في سورة الجمعة أن صاحب البعث الثانية للإسلام يكون رجل من فارس يعني الله سبحانه وتعالى أنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية يشرح هذه الآية ويقول أن عندما يعم الفساد ويرتفع الإيمان إلى الثرية يعني لا يكون إيمان حقيقي على الأرض والمشايخ يكون هنا شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود وبداية الحديث يقول يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تهرج الفتنة وفيهم تعود يضرب بعضكم رقاب بعض هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت موجود في العراق وبغداد يعني أكثر واحد يسأل يجب أن يسأل أين إذن أين هل يعقل أن هذا الفساد في الأمة والله سبحانه وتعالى لم يرسل هذا الإمام المهدي المنتظر يعني القضية تفضلت به عن قوم موسى عليه السلام هذا ما قالوا لموسى عليه السلام قد ذكره القرآن الكريم فعلا بأنهم حتى موت موسى عليه السلام بقوا في العناء يعني عندما رفضوا طاعة موسى عليه السلام الله قال لهم الآن يطيهون أربعين سنة ولا يسلون إلى الأرض المقدسة ولكن بعد ذلك عندما جاءت الأجيال المطيعة الله هتلاعتهم الأرض المعودة فما لم يتيعوا المعود سوف يبقون هكذا في العناء التركيز على ما تفضل به جزاكم الله حسن الجزاء يعني يفترض الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المهدي الذي في ذهن الإخوة الشيعة لا كما تفضلتم لنعود إلى القرآن الكريم القرآن الكريم يتحدث عن المبعوث الذي سيأتي بالبعثة الثانية وهو الرجل الفارسي هذه نقطة يجب أن نقف عندها القرآن الكريم لا يذكر هذه النظرية التي بنيت في الواقع على مرويات لا أصل لها الظن بأن الإمام قد غاب والإمام ما زال موجودا وأن الإمام هو الذي سيخرج ثم بعد ذلك اعتقادكم بأن الإمام عندما سيظهر سيحل كل هذه الأمور بطريقة سحرية مجرد أن يكون موجودا سيحل كل شيء وليس مطلوبا من الناس أن يقوموا بشيء وفعلا كما تفضلتم لو كان هذا الكلام صحيحا فكان أولى بقوم موسى أن يقولوا لموسى نعم هذا الذي نتوقعه فإذا كان القرآن قد ذكر هذه القصة في السابق فهذا درس للمسلمين لاحقا أن عليكم ألا تقوموا بتقديم هذه الحجة أمام المبعوث الذي سيأتيكم فالمهم عندما عندما تحدث القرآن الكريم تحدث عن رجل فارسي وعندما أيضا تحدث الحديث الحديث على فكرة لم يذكر الحديث الصحيح لم يذكر القصص حول المهدي التي في أذهانكم هذه وإنما ذكر نزول المسيح وذكر بأن المسيح هو المهدي كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيجب أن نركز على الأقوى فالأقوى وبعد ذلك نستطيع أن نفهم الذي هو أدنى أما ظنكم بأننا نبني عقيدتنا على الرؤى فهذا الكلام ليس صحيحا البت الواقع نحن نقدم الحجج والدلائل والبراهين وليس هذا فحسب وأنما نقدم هذه الجماعة المباركة القائمة التي من عاش فيها ومن انخرط فيها سيرى أثار هذا الإيمان وسيرى كيف أن الله تبارك وتعالى بالفعل حفظنا وآوانا وجعلنا في حرم آمن ويتخطف الناس من حولنا وفعلا نلنا الثمرات التي وعدنا الله تبارك وتعالى بها ولكن الله يهدي الناس إلى معرفة الحق عن طريق الرؤى فهذا أمر لا شك فيه ولا إشكال فيه فلذلك يجب أن لا تطرح هذه الحجج التي نهى القرآن الكريم عن طرحها ويجب أن نرد كل المعتقدات إلى القرآن الكريم وإلى صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نترك المرويات الضعيفة تعبث في عقولنا وتفسد إيماننا وتبعدنا عن الحق ومشكلتك يا عزيزي مع الرؤى هي أمر أيضا خطير لمعرفة الدين الحق هناك أمران هو التجربة مع الله بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب أدعيتنا الله سبحانه وتعالى يكلمنا كما كلم حواري عيسى ونساء بني إسرائيل فلماذا لا يكلم اليوم عندكم لجد هذه التجربة نحن نقول هذه الجماعة هذا المبعوث الإلهي الإمام المهدي الحق هو الذي قال يمكن أن تعرفوا الدين الحق أو جماعة المؤمنين الحق من خلال التجارب الروحانية ومن خلال اهتمام هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد في خدمة خلق الله وهذا موجود في هذه الجماعة طيب ليس هذا فحسب أحد الإخوة اتصل من العراق وقال وهو شيعي ولم يعرف لم يسمع عن الجماعة لسميه الأحمدية ولا حضرة ميرز ولا أحمد البتة وكان ذلك في رمضان وقال في أواخر رمضان المبارك وقال كنت مهموم وحزين جدا لما يحصل من تفجيرات في العراق وفي بغداد وفي أماكن مختلفة من العراق طيب ما هو الحل نام على هذه الحالة رأى في الرؤية أن هناك شخص يلقي خطاب أمام حجد كبير فبدأ يقترب 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 فظن في الرؤية أنه سيدنا علي رضي الله عنه فأراد أن يشتكي له همه يعني لهذا كان يقترب منهم فكان كل ما سمع لم يذكر إلا بيت شعر تركنا هذه الدنيا لوجه وآثرنا الجمال على الجمال طيب عن استيقظ هذا الأخ وبدأ يبحث ويسأل الإخوة الشيعة وعلماء الشيعة وبدأ يبحث في الكتب لم يجد في إحدى الأيام كان كما يقال يولف القنوات وهو يقوم بأعماله وإذ يسمع من التلفاز نفس بيت الشعر تركنا هذه الدنيا لوجه وآثرنا الجمال على الجمال فذهب إلى التلفاز ونظر وإذ بصورة سيدنا حضرة ميرز أولام أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود وقال هذا هو الشخص الذي رأيته في المنام كيف تريد أن تقنع هذا الرجل الذي لم يعرف نيرز أولام أحمد من قبل ولم يعرف الأحمدية من قبل وأن الله سبحانه وتعالى جاء له في الرؤية وأراه هذا الإمام المهدي الحق هذا ليس فقط في العراق وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي كل العالم العربي وليس فقط العالم العربي في كل العالم طيب من هو هؤلاء يجب أن ننقي أنفسنا يجب أن ننقي طبائعنا وهكذا تكون تكون الملائكة تهبط إلى هذا المكان وهي توجهنا للحق أما التشبث في المرويات فلا تسمنوا ولا تغني من جوع أستاذ مؤمن جملة واحدة فقط يعني يقول لنا هذا الأخ أننا نبني للمربيات للرؤى ولكن ماذا يفعلون هؤلاء بأنفسهم يبنون على مربيات لا أساس لها وهي تعارض صريح القرآن الكريم أفلا يقول القرآن ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون يعني إذا كان هذا في المغارة مختفيا ألا ينكسه الله تعالى كما قال في القرآن الكريم وعندما جاء هذا المنكوس في صحته وفي قواه كلها ماذا سيعمل إذا خرج من المغارة هي جملة واحدة أيضا الواقع إذا أراد أن يطبق هذا المنطق على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقبل الإسلام لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهل ظهر الإسلام على الدين كله أم هذا يحتاج أن يؤمن المسلمون حقا ويعودوا إلى الإسلام الآن لكي يتحقق هذا النبأ فإذا قيل والله لا نؤمن إلا أن يظهر الإسلام على الدين كله فلن تؤمنوا نعم سيد سيد دقيقة دقيقة أول حاجة أنه سيدنا محمد عليه السلام ملأ الأرض عادلا ومعنى ملأ الأرض عادل هو وجود فرصة يعني تفتح باب الجنة لما يريد أن يدخل ويعلن أن هنا الجنة وهذه وثائقها القرآن والحق هذا معنى ملأ الأرض عادلا ولا يمكن يكون حد فيها أي نبي ولا أي مهدي ولا أي مخلوق خلقوا في الدعاء أفضل من سيدنا محمد ريح مخك من الحكاية دي معنى إظهار الدين إعطاء الفرصة والآن الفرصة كاملة والآن هناك عشرات ملايين انتهزوها ولم يجري على أهل الأرض مفيش عشرات ملايين قبل كده جريوا على أهل الأرض صالحين إلا في هذا العصر فانكان هملاق لا يا مليانة وامتلأت عدلا 200 مركز للأحمدية بـ 200 لغة لم يحدث في تاريخ الكون أن 200 لغة إعطاء الفرصة في جميع الدول معدد دول المعفنة اللي عندها مفيش حرية دينية نيجي النقطة الثانية مهمة جدا موضوع المهدي الإخلاة بتوع المهدي كلهم أقولوا لهم كلمة المهدي المنفصل عن عيسى لا مهدية إلا عيسى طب المهدي الوحد أكبر خازوق في الثقافة الإسلامية أكبر خازوق مدمر للعقل الإسلامي هو فكرة المهدي المنفصل وقد أعطت هذه الخزعب بلى الفرصة لحوالي 30 مهدي في تاريخ الأمة أسالوا دماء كالأنهار وكلهم طلعوا كدبين فعندما ترى الرجل يقول أنا مهدي ومش عيسى كده وانت مغامبك أنت كذاب فإذن اخلع من المهدي ده ومسحه من ذهنك جميع أحاديث المهدي ضعيفة إلا ما قال لنا الحكم العدل عليها إنها صحيحة اللي هو عيسى نمرة ثلاثة التاريخ الإسلامي والقرآن واضح في حاجة اسمها دجال هو بيتجاهلوه بعد الدجال في حاجة اسمها عيسى يقتله دي بقى الأصول الإسلامية الكبرى فالدجال طلع وخلص من زمان بقى لخمسمائة سنة ومش معقول ما فيش عيسى لو كان فيه دجال بقى لخمسمائة سنة كما قال الرسول الله عليه الصلاة من فتح قسططينية يبقى ما فيش إله في الكون إنه لغاية دلوقتي ما فيش عيسى ظهر فلابد من مسح إراز ديليت لموضوع المهدي ده بارك الله وفيك أستاذ فتحي معنا الأخ أيمان من مصر السلام عليكم السلام عليكم طيب في تلك الفترة أيضا كان حضرة ميرز غلام أحمد يتلقى الرؤى الصالحة والآيات السماوية والبشارات والكرامات الخارقة للعادة سوف نستمع عن هذه الخوارق وعن هذه الكرامات وعن هذه البشارات والآيات بعد الفاصل الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر إني من الله العزيز الأكبر حق فهل من خائف متدبر جو إلى الدیار الهند أرد نزولها جو إلى الدیار الهند أرد نزولها نسرًا بما سارت محلة نسرًا إني من الله العزيز الأكبر حق فهل من خائف من خائف متدبر إني من الله العزيز الأكبر حق فهل من خائف متدبر أرد نزولها حق فهل من خائف متدبر حق فهل من خائف متدبر إني من الله العزيز الأكبر حق فهل من خائف متدبر نعم نحن معكم مشاهدين الأكارم بسيرة سيدنا حضرة ميرزا غلام أحمد تلك الفترة في فترة الشباب قبل البعثة في تلك الفترة أيضا كان يتلقى الرؤى الصالحة والآيات والكشوف والبشارات والكرامات الخارقة للعادة فقد عرف الله فقد عرف الله في طفولته وفي شبابه والآن نسمع عن بعض منها أستاذ فتحي نحن فيما سبق ذكرنا أنه عندما كان في سن الثالثة والثلاثين وطلب منهم حكم في مسألة مناظرة فكرية فسمع جملة صحيحة لأحدهم فقال هذا صحيح بطريقة عفوية سهلة ومن أجل ذلك من أجل هذا الصدق وهذه العفوية وهذه الطيبة وهذا الإخلاص ألهمه الله هذا الإلهام لقد رضي ربك بفعلك هذا وسيباركك بركات كثيرة حتى إن الملوك سيتبركون بثيابك وبدأت البركات تهل في حتى بعدها بقليل عندما كشف الله له خبر القضية تعد بشام برداس وخوش حال ولالة شرمبة سمع وبعدين حصل الإشاعة وبعدين تحقق الكلام والله أوحى إليه لا تخف إنك أنت الأعلى هذا الإلهام العظيم الذي جاء له وبعد ذلك ملاوة مل لما الذي أصيب بالسل عندما دع الله له وجاءه مضطرا يطلب الدعاء الهندوسية تطلب من الإسلام الدعاء فدع الله فشفاه الله وعاش طويلا كما ذكر الأساء العبد المؤمن الكريم وشفاه الله وأوحى الله إليه بإلهام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نحن الآن في سن الثامنة والثلاثين وهنا الأمر يخصه شخصيا قضية تخص والده المزارعين يعني اللي هم بيشتغلوا مثلا مستأجرين في الأرض أو بيزارعوا في الأرض أو بيشتغلوا بنصيب أو بنسبة المزارعون ظلموا والدة فرفع قضية ضدهم وذهبت القضية إلى المحكمة ما الذي حدث المفوض أو يعني القاضي كان معاندا ويبدو أنه يعني سمع مسكنة وكلام المزارعين فكان معاندا وقال لمحاميه أو يعني لطرف المظلوم إن هؤلاء فقراء وأنتم تظلمونهم هنا أن أصح بالحق أراد الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليه وأن يعرفه الخطة القادمة لأنه بعد ذلك سترفع عليه قضايا وهو مسيح موعود وهو نبي نبي الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم المهدي فالله يبين له الخطط إذا كان القاضي ضدك ومتنرفز ومتأثر بتأثيرات معينة وواضح أن الحكم ضدك يبقى القادر إيه واضح القادر هيبقى إيه الحكم ضدك ولكن الله سبحانه وتعالى أراه في الرؤية أنني قررت أن أغير عقل القاضي مخ قاضي سترسل رسالة من الله إلى عقل القاضي يغير تغير القاضي إزاي يتغير عقله يتغير فكرو فالرأى في الرؤية أن مسؤول إنجليزي بس هذا المسؤول يعني سنه صغير كأنه طفل وهو يمسح أنه المسيح المعود بيمسح رأس هذا المسؤول مسؤول إنجليزي بس شكل طفل والمسيح المعود بيمسح رأسه افهم بقى يعني يمسح رأسه مسح الرأس مسح اللي هو رأسه ايه اللي حصل في اليوم التالي ذهب إلى المحكمة فإذا بهذا المفوض الإنجليزي القاضي كأنه مش هو شخص تاني تماماً وإذا به يشخد في المزارعين ويسجرهم بقوة ويحكم لصالح المسيح المعود عليه السلام ويكلف المزارعين كالعادة اللي بيخسر القضية يدفع مصاريف التقاضي وكلف المزارعين بنفقات التقاضي وكسبها هذه هي الإرهاصات أن الله يبشره ويقوله اطمئن أنت مسنود وأنت محمي وبعدين نحن الآن بعد سنة في سن تسعة وتلاتين أربنا 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 من سن الأربعين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي نجزي مين نجزي المحسنين نجزي اللي عمل يقرأ القرآن بالليل نجزي اللي هو بيصدق الحديث ويصل الرحم ويحمل الكل وكذلك نجزي المحسنين سنة 1874 رأى ملاكاً على صورة فتى جالس على مصطبة عليا وفي يده رغيف طيب لامع كبير ضحب مضخم أكتر من أربع حمس ترغيفة من الرغيفة العادية ويقول له يقول له باللغة الأردية ما ترجمته بالعربية هذا لك وللدراويش الذين معك هذا لك وللدراويش الذين معك أنا ليس معي دراويش أي دراويش معي الدراويش هذا هو الرجل الصوفي أو الرجل المتفرغ للعبادة العاكف للذكر الله سبحانه وتعالى فأي دراويش فالمساء معود يفسر هذه الرؤية فيقول لم أكن معروفاً بين الناس في هذا الوقت لم أكن أعلنت أي دعوة ولم يكن معي دراويش الآن عندما يعني يتكلم ويحكي يقول الآن معي جماعة كبيرة آثار الدين على الدنيا جزء من البيعة جزء من البيعة وانت ترسل الخليفة إنني سأوثر الدين على الدنيا يعني سأكون دراويشة وهجروا أوطانهم وبعدوا عن أصدقائهم القدامى وأقاربهم وسكنوا بجواري إلى الأبد فأولت الرغيفة بأن الله تعالى سيتكفلني وجماعتي ولن يكدر ضيق الرزق صفونا وهذا ما يحدث بالفعل منذ سنوات طويلة في إذن واضح أن الله سبحانه وتعالى قد بشره بأمر عظيم أريد فقط أن أبين تأملات أفكر كثيرا هذه الليلة فيما هذا الإلهام الذي هو مستقبل المسيح المعود ملخص في كلمة فأخذت أفكر فأحسست أن هذا الخبز تقدمه ملائك أنا جائع فأكل الخبز ببساطة انتهى الأمر وخبز طيب رائع ولكن هذه الرؤية أيضا تشير إلى روائع تأويل كيف يأتي الخبز يأتي الخبز من مصنع الطاقة في الشمس ومن الضوء الذي تفلتره طبقات الأرض بس أريد فقط أي كلمات إذن هذا الضوء يأتي إلى النباتات فيخرج هذا القمح فيأتي لنا القمح ولكن هناك طحن وهناك فرن وهناك نار وقود أليس هذا الخبز هو العيش أليس العيش هو سلامة يعني جماعتك ستعيش هناك وضع الحرب وهناك فرص لك في الحياة وهناك قطار ينقلك وهناك مطبعة تطبع لك وهناك مصانع ورق تصنع لك وهناك عالم مستعد أن يتقبلك حتى ولو أن الباكستان قد تعست ووضعت في الدستور الذي كان جميلا فوسخته بكلمة أن الجماعة الإسلامي الأحمدية جماعة أقلية دينية فرغيز عنها ستعيش إلى أخ عقرب من الجزائر أو أرقوب السلام عليكم أحمد الله بركته أنا وسهلا فضل هذا أمر أخي فضل أنا أرقوب بن عمر من الجزائر من ولاية الأرض وبالضبط في ولاية المعسكر بيئات سيدنا الإيمان المهدي يعني علاية الخالفة الخامس أيضا الله تعالى بن سيد العزيز سنة 2008 ولكن بعد بيئتي نحن مشكلتنا في الجزائر في التأميد من المشايخ يعني يريدون أن يؤنبوا علينا النظام الجزائري الذي هو متفقن لهم ومن عمالهم بعدما خاشلوا في العشرية السوداء وطهرهم يعني 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 الحيش الوطني الشبكة والذمان حدودهم الآن يعني 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 سنة 2015 وخمسة عشر في شهر ديسمر يعني أوقعني الأمنا الجزائري بعدما حصاروني في تمسكاني وأخذوني الساعة الرابعة صباحا ولكن كانوا مؤدبين معي وحققوا معي لمدة 48 ساعة وبيطي لهم ما هي الأحمدية قلت لهم الأحمدين كما يقول السكرة تعالى وأنا قد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أي من بعد سهم الذكر القرآن العظيم بانتهم النشيخ والله الموعود يعني فاهمنا أننا نكمل ولا نسخ ولا نسخ في القرآن ولا الجهاد الهجوم ولا جماوية ولا من هذا الشكل الأحمدية يعيش مواطن طالح ولو في دولة سرعون مضورة في الممير سرعون في آخر الزمان يعيش مواطن صالح وإذا أراد هذا سرعون أن يطهد الأحمدية الأحمدية يقول له أخذ ما أنت قاد إنما تقضيها من حياة الدنيا أو يقول له لا إن بسطت إليه لتقتلني ما أنا ببسط إنه أظن عبد العالمين هذا هو الأحمد المسكين ما أهمه إنني تمرير داوت التوحيد ودعوت داوت الإمام المهدي عليه السلام وإن يكون كذبا فأني يكذبوه أعيب في الرمض وليس في القبول ولكن هؤلاء المشبعين من الأفكار الوهادية التي ضمرتها في السولى شعبنا الجزائري العظيم هم الآن يحاولون أن يكرروا أن الحر بطريقة أخرى وهي يعني يريدوا أن يضطهدون ويبينوا للنظام بأننا يعني يديد العية في هذا وطن ويضطهدنا يعني بأياب والأمر هو تفضل أنا ستوجبوني في النفل الانتين وخمس عشر ديسام وضب سامين وما شاء الله متأدلين وخلوا سابيني وقالوني بني إذا أعتقد ولكن حذاني من كما يقول يعني التحرير لا تحرير لا تحرير وأنا الآن بعد في شهر أمث هذا هذا الماضي يعني ويجو مرحبابين مجهين واحد ونقول وشكاين من ذات راح قالوا وشكاين ومن ذات نحبوش والآن أنا راني حاس ذني راني مطوق وراني مطارد وأنا الآن يعني أترقى من هنا هنا في بطء وفي هذا الشديد يعني فيه يعني والنحن هذه مستهدفة في الجزائم من طرف مشايخ الهد ومشايخ الوهد المجري في الجزائم لأن النظام يعني أعنا كل الأبواب الحرة يعني بياد الحرة يعني ويجو دون إرهاب جديد هل مرمو أنا أنا باني به الشهادة وهذه يعني جهة خارجية تؤمن بهذا المشايح ليضغطوا عن النظام أو الأمن الجزائم ليطهد الأحمديين بسبب فكر أم العظيم الذي أضحى أخي المهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون المسيح المعود عليه السلام قال من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى يعني أنه كان ظل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أنتم أيها الأحمديون في الجزائر وفي كل مكان أن تكونوا ظل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذه المعاناة متى يظهر الإيمان الحق عند الفتنة عند الابتلاء عندها نكون صادقين لكي يعرف الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف خادمه سيدنا حضرة ميرز غلام أحمد لا بد أن تكونوا صادقين في زمن الفتن وهذه مرحلة فلترة مرحلة تصفية الذي يثبت ويكون صادق ويكون أمين ولا يخاف لوم تلائم فله الجنة فاصبروا 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 بارك الله لكم الأخ محمد عمر من شاد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم فضل الحمد لله يبارك السيرة طيبة للمسيح المهود عليه السلام من الإمام المهدي فهي صيرة طيبة جدا كما ذكرتم وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابع جدي للرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله بنعمته ونحن وافقنا على مضايته وتوفى إن شاء الله نسير إلى هذا المصير والمنهج السليم فنسأل الله أن يوصف علىنا وبالنسبة للمعارضين الذين يعارضون هذه هي البيانات الحقيقية الذي يعني يريد أن يعرف الحق هو الحق بلسه أنتم تذكرونه في الحلقات السابقة وهذه الحلقة أيضا هم يرون الحق ويرفضونه هذا مشكلتهم ليس مشكلتنا نحن مثلا أنا هنا في الشاب الحمد لله لم أعرف جماعي السلامي من قبله والحمد لله العانو فقط وضعيات كنت في ليبيا سابقة ونحمد الله عندما أرى وجوهكم مرتاح راحة شديدة يا أخوان لماذا الأخوان الأرب بالذات لا يصدقون مثل هذه الحلقات بالحوار المباشر جزاكم الله أحسن الجزاء بارك الله فيك بارك الله فيك و جزاكم الله أحسن الجزاء الأخ أيمان من مصر بعجاز من فضلك سلام عليكم باركاته باركاته صدق ما خالف المهدي يوما القرآن ولا الصنة الصحيحة ولكن أصحاب الأراء القبيحة خالف القرآن قولا صريحا أقولهم يا رافضين العلم يا رافضين العلم بالفهم يا أكبر جهال يأتي فيكم جيل بعده جيل لا علم ولا فهم ولا أدب فماذا تنتظر من جيل قد ضيع العلم بالجهل كنتم خير الناس في القول والعمل فلما بدلتم القول والعمل شرتم حق الناس بالقول والعمل والفعل بارك الله فيكم جزاكم الله أحسن الجزاء والآن نرجع إلى موضوعنا في تلك الفترة الزمنية التي نتحدث عنها عن حضرة ميرز أولام أحمد عليه السلام في ذلك الوقت قدر الله سبحانه وتعالى بناء المسجد الأقصى في قاديان الذي بناه والده طبعا قبل البعثة وسماه يعني والد ميرز أولام أحمد عليه السلام سمى هذا المسجد بالمسجد الأقصى تيمنا مرة أخرى تيمنا بالمسجد الأقصى ببيت المقدس في القدس الشريف فنريد من الأستاذ عبد المؤمن طاهر أن يطلعنا على أحداث بناء هذا المسجد نعم بعد أن واجه والد المسيح المعود عليه السلام الخيبات المتتالية والصدمات المستمرة قرر والتي كان فيها خير والتي كان فيها خير وفتر حبه للدنيا وأقد العزم على بناء مسجد جامع في قديان تلافياً لما فاته من خير الدين وهذا في الف ثمانمائة خمسة وسبعين ووضع بنفسه حجر أساس هذا المسجد وكما تفضلتم سماه بالمسجد الأقصى تيمناً بالأقصى في القدس أضيف لما تفضلتم بأن هناك عشرات المساجد في العالم بهذا الإسم وقد بناءها المسلمون في مختلف نحاء العالم تيمناً بمسجد القدس الأقصى وهذه المساجد توجد في الشرق والغرب حتى في هذه البلاد التي نعيشها هناك بضعة مساجد اسمها أيضاً الأقصى وهذه المساجد للمسلمين الآخرين غير جماعتنا الآن اكتمل بناء هذا المسجد خلال سنة تقريباً كان حضرته والد المسيح المعودة والسلام كان قد حاول بناء مسجد كبير من قبل أيضاً ولكن الصيخ الذين كانوا غالبين في ذلك الوقت احتلوا ذلك المسجد عنوةً وأخذوه منه فبعد أن تحسنت الأمور بتغير الحكم هناك وزوال حكم الصيخ اختار حضرته والد المسيح المعودة والسلام موضعاً وسط المدينة بلدة قاديان اشتراه من الهندوس وأراد أن يبني هناك مسجد كبيراً جامعاً فقيل له هناك مساجد عديدة في قاديان وهي لا يحضرها الناس إلا قلة قليلة فماذا تريد من بناء هذا المسجد الكبير ومن يسلي هنا حتى قال البعض هل يسلي هنا الخفافيش ولكن الله تعالى كان يرى إلى إخلاص والد المسيح المعودة والسلام وما يدرهم أن هذا المسجد كان سيكون فيما بعد مهبت بركات كثيرة وفيه يسلي المسيح المعودة والسلام وخلفاه وأتبعه المخلصون ويتميز هذا المسجد في العالم أليت حال كان أول إمام لهذا المسجد في هذا المسجد إمام الصلاة هو ميان جان محمد مرحوم يقول المسيح المعودة والسلام وهو يبين خلفية بناء هذا المسجد التي تحدثت عنها قليلاً يقول المسيح السلام ازداد التحصر والدي يوم بعد يوم في أواخر عمره على الذهاب على أنه سيذهب لله تعالى سفر اليدين وذات مرة قص لوالدي رؤيا رآها بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هيبة وجلال كملك عظيم فهرولت إليه مستقبلاً فأردت أن أقدم له هدية فوضعت يدي في الجيب فكانت هناك روبية فإذ هي سائفة فلم أقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت أبكي واستيقظت ويقول المسيح المعودة والسلام فأولها والدي أن مثل حب الله ورسوله المشوب بحب الدنيا ومتعها كمثل العملة الزائفة التي لا تقبل عند الله تعالى فبهذه الفكرة يقول المسيح المعودة والسلام والدي بنا هذا المسجد بدأ في بنائه قبل وفاته بستة أشهر تقريباً وأوسى أن يكون قبره في زاوية من فناء هذا المسجد لكي يسمع اسم الله عز وجل يرفع من هذا المسجد ولعل ذلك سوف يكون سبباً لمغفرته اللهم اغفر له وأدخله في جنات النعيم ويقول المسيح المعودة والسلام وفي اليوم الذي اكتمل فيه بناء المسجد توفي والدي ودفن في الزاوية نفسها وثم يقول المسيح السلام اللهم ارحمه وأدخله الجنة آمين هذا المسجد لم يكن كما هو الآن لأنه قد تم توصيه مرات ولكن المبنى الأسلي لهذا المسجد محفوظ كما هو وقبر والد المسيح المعودة والسلام في ساحة المسجد قرب منارة المسيح وهو الآن سار مغطاً بهذه الساحة والفناء يقول وكما قيل كان هذا المسجد كبيراً بالنسبة لقاديان وبالنسبة لوجود مساجد أخرى أيضاً وكان أهل قاديان المسلمون غافلين عن الدين وعن السلاة وكانوا يقضون موضم أوقاتهم في القمار وأشغال أخرى التي نهى الله تعالى عنها فلذلك كان لا يسلي في هذا المسجد إلا المسيح المعودة والسلام أو شخصاً وشخصان يحضران إليه ضيوفاً ولكن هذا المسجد كما قلت سار مسجداً جامعاً صلى فيه المسيح المعودة والسلام وخلفاه والمؤمنون وجدير بالذكر أن المسيح المعودة والسلام قد ألقى في هذا المسجد خطبته الإلهامية الشهيرة التي ألقاه الله عليه بوحي منه وفي زاوية هذا المسجد كما قلت قال أستاذ شريف ترون هذه المنارة التي هي منارة المسيح التي بدأ المسيح المعودة والسلام في بنائها واكتملت في أحد المصلح المعودة رضي الله تعالى جزاكم الله أحسن الجزاء والآن إلى أمر مهم بدأ سيدنا حضرة ميرز غلام أحمد عليه السلام في ذلك الوقت بالمجاهدات بأمر من الله تعالى المجاهدات يعني هو كان يقوم بالمجاهدات من قبل لكن هناك شيء خاص فما الذي حدث مع حضرة سيدنا هلام أحمد عليه السلام حينها وما هي البشارات التي تلقاها خلال هذه المجاهدات سيدنا مبارك الله فيكم الحقيقة إذا تتبعنا هذه الأحداث ونظرنا إليها ونظرنا إلى الطريقة التي توافق فيها حدث مع حدث آخر سندرك بأن الرعاية الإلهية وبأن الخطة الإلهية مرسومة بدقة لبعثة الإمام المهدي والمسيح المعود عليه الصلاة والسلام ففي نهاية حياة والده كما تفضل أخي الأستاذ عبد المؤمن بني هذا المسجد الذي بناه والده متأسفا على إنفاقه الكثير من وقته في طلب الدنيا وكما قلنا لم تكن المسألة مجرد طلب للدنيا كما يطلب الآخرون الدنيا وإنما كان راغبا في استرداد أملاك هذه الأسرة لأن لها قيمة معنوية عظيمة بالنسبة له لأنه كان يراها أساسا للإسلام في ذلك المكان وتراث للأسرة التي جاءت لتؤسس للإسلام في ذلك المكان فكانت أرض قاديان عزيزة عليه وكانت هذه القرى والضياع التي لأجداده عزيزة عليه لهذا السبب ليس لأنه يريد أن يجمع الأموال ويريد أن يتمتع بهذه الأموال فمن ناحية بني المسجد وععد ثم توفي والده في آخر يوم وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول له لقد تقبل الله عملك وانتهى الآن عملك أيضا وهناك خطة جديدة ستبدأ ثم صادف أنه في هذه الفترة قبيل وفاة والده وعلى ما يبدو أن هذه الفترة كانت قبيل بناء المسجد الأقصى وامتدت أيضا إلى فترة بناء المسجد الأقصى كان قد أمر حضرته بالصيام لفترة من الوقت امتدت إلى تسعة أشهر لأجل أن الله تبارك وتعالى يريد أن يزوده بالأنوار الإلهية ويريد أن يبشره ببعض البشرات ويريد أن يعلمه بعض التعليم وأن يهيئه لهذه المرحلة المقبلة التي ستكون الأساس في النشأة الثانية للإسلام فقد كان المسيح المعود عليه الصلاة والسلام حضرت مرز وغلام محمد القدياني كما رأينا كانت تلاوة القرآن والذكر الإلهي والسعي لإصلاح الخلق ولمواساة الخلق والانشغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت دأبه طوال حياته ولكنه أمر بهذه المجاهدة من الله تبارك وتعالى عن طريق رؤيا كما سنرى بكلماته وقام بها سرا لأن هذه المجاهدة هي في الواقع كما جرت سنة الأنبياء جميعا أنهم أولا يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويجتبيهم ويأخذهم أيضا في عزلة محددة لكي ينفذوا بعد ذلك المشيئة الإلهية وتبدأ مهمتهم يعني هذا حدث مع موسى عليه السلام وحدث مع عيسى ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قضى فترة من العزلة في غار حراء قبل البعثة يقول حضرته حول هذه المرحلة أنه في أيام حياة والدي بل حين اقتربت وفاته اتفق لي أن رأيت مرة في المنام شخصا من أهل الله متقدما في السن جميلة المظهر فقال لي ما مفاده إن من سنة أهل بيت النبوة الصيام لبضعة أيام من أجل الأنوار السموية وأشار إلي أن أتأسى بسنة أهل البيت هذا فرأيت من المناسب أن ألتزم بالصيام لفترة من الزمن وللتو أيضا خطر ببالي أن الأفضل أن أقوم بذلك سرا فكنت أطلب طعامي من البيت إلى غرفة الضيوف وأوزعه سرا على الأيتام الذين كنت قد أكدت عليهم سلفا ليحضروا في الوقت المحدد وهكذا كنت أصوم طول النهار ولم يعرف عن هذا الصيام إلا الله وبعد أسبوعين أو ثلاثة رأيت أنني لم أتعرض لأي نوع من الأذى بسبب الصيام الذي آكل فيه مرة واحدة فحسب لذلك علي أن أقلل من قدر هذه الوجبة الوحيدة أيضا فطفقت أقلل من طعامي منذ ذلك اليوم حتى كنت أكتفي برغيف واحد فقط في اليوم والليلة وبقيت أقلله حتى صار طعامي يعادل بضعة جرامات في خلال اليوم والليلة واستمر بي الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية أو تسعة أشهر وعلى ضآلة الطعام الذي كنت أتناوله والذي لم يكن ليصبر عليه ابن الشهرين أو الثلاثة إلا أن الله تعالى قد حفظني من كل سوء ومكروه ومن العجائب التي حضيت بها في ذلك الصيام المكاشفات اللطيفة التي كشفت علي فقد قابلت العديد من الأنبياء الكرام وكذلك بعض كبار الأولياء والصلحاء المسلمين الذين خلوا من قبل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالة اليقظة التامة وهو في رفقة الحسنين وعلي وفاطمة ولم يكن ما رأيته في رؤيا وإنما كان في حالة اليقظة يعني كشفا عظيما على كل حال ذكره حضرته تفصيلا في عدد من الكتب بينها بعض الكتب العربية أيضا فعلى هذا المنوال قابلت العديد من المقدسين الذين يطولوا ذكرهم وبالإضافة إلى ذلك رأيت الأنوار الرحانية على وجه التمثيل كأعمدة لها ألوان مختلفة كالأخضر والأحبر المهم أنه ذكر كثيرا من الحالات التي حدثت معه في خلال هذا الصيام العجيب الذي بعد أن أنهاه كان في قرابة الأربعين من عمره لأن هذا الأمر كان في نهاية 1875 وكما نعلم أنه مولود في عام 1835 فالله تبارك وتعالى هيأه من خلال هذا الصيام الذي بين له بأنه معه وبأنه ناصره وأيضا لكي يبين له بأن غذاء الرحاني وغذاء المادي سيأتيك من عندي نعلم أنه قبيل وفاة والده أو قبيل سويعات من وفاة والده قد جاءه وحي أليس الله بكافة عبده لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يموت والده في هذه الفترة ولا يشهد والده أي يوم من الأيام التي سيبعث ويكلف بها لكي لا يقال بأنه قد أيد أو دعم أو كان لأحد حتى والده أنه هو الذي قد تفضل عليه في هذه البعثة فأراد الله تبارك وتعالى أن يتكفله كما تكفل الأنبياء الكرام وفعلا كانت هذه البداية بفضل الله تبارك وتعالى للمرحلة الجديدة نرى الغرفة الرياضة التي تسمى غرفة الرياضة غرفة المجاهدات إذا أمكن من الإخوة في الكنترول معي فالتي اعتكف فيها المسيح المعود عليه السلام ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الكشف مع علي وفاطمة الزهراء والحسنين عندما قارب عام 1875 على الانتهاء رأى حضرة ميرز غلام أحمد عليه السلام ملاكا في الرؤية أخبره فيها أن عليه أن يتبتل إلى الله تعالى بالصيام لفترة معينة وفي وصف تلك الفترة كتب حضرته يقول لقد استمر بي الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية أو تسعة شهور ورغم ضآلة الطعام الذي كنت أتناوله والذي لم يكن ليصبر عليه ابن الشهرين أو الثلاثة أيضا فإن الله تعالى قد حفظني من كل سوء ومكروه ومن العجائب التي حضيت بها من خلال هذا النوع من الصيام هي تلك المكاشفات اللطيفة التي كشفت علي فقد قابلت العديد من الأنبياء الكرام وكذلك بعض كبار الأولياء والصلحاء المسلمين الذين خلوا من قبل وقد شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالة اليقظة التامة وهو في رفقة الحسنين وعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ولم يكن ما رأيته في رؤيا وإنما كانت في حالة من اليقظة وعلاوة على ذلك رأيت الأنوار الروحانية على وجه التمثيل كأعمدة لها ألوان مختلفة كالأخضر والأحمر وكانت تتراءى من الجمال وقوة التأثير ما يعجز الإنسان عن وصفه كانت تلك الأعمدة النورانية المتصاعدة نحو السماء التي كان بعضها ناصعة البياض وبعضها خضراء وأخرى حمراء كلها كانت تتصل بقلبي اتصالا خاصا بحيث كانت تبعث السرور إلى القلب حتى إني عند مشاهدتها كنت أشعر بقلبي ينتشي بنشوة خاصة لا سبيل لمقارنة لذتها مع أي شيء آخر وكنت أتصور أن تلك الأعمدة الروحانية هي تعبير عن الحب المتبادل بين الله تعالى والإنسان ويعني ذلك أن نورا قد تصاعد من القلب ونورا آخر قد نزل من الفوق وحينما التقيا أخذا شكل عمود من النور شكل عمود من نور إن هذه الأمور الروحانية إن هذه الأمور الروحانية مما لا يمكن لأهل الدنيا أن يدركوها لأنها بعيدة عن عيونهم ولكن هناك من الله عليه في الدنيا بإدراك هذه الأمور ومن العجائب التي ظهرت علي في فترة الصيام تلك كانت عبارة عن ضروب من المكاشفات واستفدت من خلالي هذه التجربة أيضا أنني تبينت أني أستطيع إذا اقتضى الحال أن أتحمل الجوع لفترة طويلة من الزمن وخطر ببالي أكثر من مرة بأنه إذا أجبر شخص بدين يكون بالإضافة إلى ذلك أحد المصارعين الأقوية أيضا ليتحمل الجوع يموت قبل أن أشعر أنا بحاجة إلى الطعام وإنني على يقين أن الذي يخلد إلى حياة التنعم والراحة فلا يسمو إلى مراتب الروحانية ولكني لا أزدي هذا النصح إلى كل واحد أن يقوم بمثل هذا الصيام كما لم أقم به أنا أيضا بناء على اختياري اعلموا أنني تحملت هذه المشقة الجسدية بأمر من الله الذي تلقيته بواسطة الكشف الصريح إلى فترة ثمانية أو تسعة شهور حيث ذقت الجوع والعطش ولم أعد إلى تكرارها إلا نادرة في هذا المكان في هذه الغرفة والتي سميت بغرفة الرياضة صام المسيح المعود عليه السلام إلى تسعة شهور من هنا كان يستلم الطعام وكان يطلب من أهله أن يقدم له الطعاما قليلا حتى هذا القليل لم يأكله المسيح المعود عليه السلام بل اتفق مع بعض الصبية من الحارة فأنزل لهم الطعام من النافذة الأخرى وهكذا صام المسيح المعود عليه السلام هذا الصوم الطويل وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغرفة تخيلوا هنا في هذه الغرفة رأى المسيح المعود ميرزا غلام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الرؤية بل مكاشفة كان معه فاطمة الزهراء والحسنين نعم هذه من غرفة الرياضة غرفة المجاهدات التي صام فيها المسيح المعود عليه السلام والآن نرى نشاهد أيضا المسجد الأقصى وقبر والد حضرة ميرزا أولام أحمد عليه السلام نعم هذا هو ساحة المسجد الأقصى طبعا هذه أيضا الصورة قديمة وهناك نرى القبر بقرب أو بجانب منارة المسيح هذه الساحة في الواقع لا يصلى فيها المسجد هو في المناطق في المباني المحيطة لكي لا يظن أن المسجد هو مكان الصلاة نعم التي فيها القبر بارك الله فيك معنا الآن نأخذ بعض الاتصالات الشيخ خميس حمدي أحمد حسين من مصر السلام عليكم الشيخ خميس السلام عليكم كنترول الشيخ معنا السلام عليكم ورحمة الله الشيخ خميس الرخ عبد العزيز من السعودية السلام عليكم السلام عليكم طيب إذن حتى تجاهزوا الاتصالات نستمر في الموضوع في تلك الفترة التي نتحدث عنها من حياة حضرة مير زولة محمد عليه السلام حل مير ناصر نواب المحترم في قاديان وتعرف إلى حضرته عليه السلام وهو الذي سيصبح في المستقبل حمي حضرة مير زولة محمد أريد من الأستاذ فتح أن يحدثنا أو يطلعنا عن ذلك مير ناصر نواب المحترم لم يأتي بمزاجه مير نواب ناصر المحترم والد أم المؤمنين التي ستكون زوجة للمسيح الموعود بعد سبع سنوات من هذا التاريخ تاريخ اللي هو 1876 والمسيح الموعود الآن في الواحدة والأربعين مير ناصر نواب المحترم شأنه خطير لأنه الذي قتل نفسه ومكث تمن شهور يأكل كسرات خبز وتعبر التواريخ عنه أنه قتل نفسه قتل النفس مر بمرحلة قتل النفس الذي يمر بمرحلة قتل النفس بأمر من الله سبحانه وتعالى يبقى له الحياة إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين فهداه إلى اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام وهداه إلى اتباع سنة الأنبياء الصالحين عندما يحين وقت العرس عرسهم الرحاني وليلة قدرهم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وبين أنه ويطعمه ويسقيه وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله فكان الله سبحانه وتعالى كما قال محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان يواصل الصوم أحيانا ويقول إنكم لستم كهيئتي إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني تسع شهور وبعد ذلك سقاه الله سبحانه وتعالى من ماء الآخرة فرأى الأنبياء ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى سيدنا علي ورأى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعاش في جنة وقد حان وقت يا مريم مسكن أنت وزوجك الجنة أيها الصديق الذي حفظ فرجه أيها الصديق الذي صار مستكملا لصفات مريم لما استوى حال مريم عيسى استوى بعد ذلك قد حان وقته قد حان وقتك قد جاء وقتك ومن البركات التي أهديها إليك أنني أنني سأقوم بتزويجك أنا رب العرشي سأقوم بتزويجك كيف ستقوم بتزويجي سأسوق إليك مير 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 ناصر نواب مير يعني السيد العظيم وأنه من آل البيت من أبناء سيدنا علي يبقى واحد من أبناء سيدنا علي اسمه ناصر وهو رجل من كبار البلد نواب بذي معناها صاحب مدينة صاحب قرية صاحب منصب عظيم إذن هذا اللي اسمه سيد ناصر ومن آل سيدنا علي مير وصاحب المنصب العظيم كمان حاجة تانية إنه من أهر الحديث يعني مهتم بعلم الحديث وقارئ ومتعلم وعالم ومش كده وبس إنه من من الدعاء إلى الإسلام وصوفي عظيم يعني هو من أهر الحديث وصوفي وفعلا كده ابن القيم كان من أهر الحديث وصوفي ففيه ناس من أهر الحديث نوعيات حلوة فهذا الإنسان الذي يعني يرتاد رياض الصوفية و يحب الحديث الوقت يعني ما انتهى الوقت يعني أرجوك أن تلخص القصة ب راح جديد وشاف الراجل ده الأول زارهم وعشان خاطر الشغل تنقل إلى بلد اسمها اسمها بلد قريبة من قديان اللي هو كان مدير الرأي فاتنقل فبقى يزور هذا البيت المشهور في قديان وبعدين جاب أسرته وعاشت لما اتنقل من المكان ده جاب أسرته وعاشت وشاف المرزى غدام أحمد وشاف التقوى وشاف الأخلاق وشاف الناس اللي بيزوروه من الأرية اللي بيحترموه الأرية ورؤساء الأرية قدي بيحترموه وبيحتلموا أراؤه وبيعتبروه من الصالحين وشاف التقوى والإخلاص وبدأ هذا الرجل الذي كان الناس تسلم على يده هذا الرجل مير ناصر نواب كان بيسلم فيه ناس تسلم على يده بدأ يأخذ فكرة عن زوج ابنته أنه مش أي وحدة ده من كرام القوم وبعدين سنه كمان يعني ولكن بدأ الله سبحانه وتعالى في هذا في قلب هذا الصالح يرشح له زوج ابنته المستقبلي فكانت زيارة خطيرة وكان الله يزوج ومعنى إيه بس يعني هي سواني سواني والله معنى أن الله هو الذي يزوج أن قصة المحمد بيجمش قصة الزواج ولا هو بتاع زواج ولا بتاع بنات جزاكم الله أحسن الجزاء ولا بيفكر في زواجات جزاكم الله أحسن الجزاء الشيخ خميس حمدي من مصر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم فضل بإجاز من فضلك وصلنا إلى آخر الحلقة متأسف لم تكن عاخر فضل فضلت الشيخ كان يتكلم عن عن إيه بزاق كان يتكلم عن الشيخ ناصر مين مش فاهم ألو أنت كنت متابع معنا الحلقة أنا أنا متابع الحلقة بس أنا عايز أقول كلام جميل يعني أولا الأخ الكريم اللي اتكلم عن أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله طبعا ويبدو حضرتك مش متابع الحلقة بارك الله فيك الشيخ وإن شاء الله بتكون معنا في حلقات ثانية وصلنا إلى آخر الحلقة أستاذ تميل ملخص من فضلك يعني باختصار هذه المفاصل التي ذكرناها في حياة حضرته تبين هذه المرتبة والمنزل العالية من الأخلاق ومن سمو الأخلاق التي شهد لها القاصي والداني ومن ناحية أخرى تبين الترتيب الإلهي تبين كيف أن الله تبارك وتعالى كان يعده هنا فعلا إذا توقفنا عند بعض المفاصل سندرك أن خطة إلهية تنفذ من غير المعقول مثلا أن يبنى المسجد الأقصى قبيل جزاكم الله فقط أردت أن أصبب شيئا ذكرته أمس ذكرته أمس أن الهندوسي ملاوة مل أنه قال قبيل انقسام الهند لباكستان والهند بأن لا يتعرضوا للأحمديين إذا هاجروا من قاديان لا بعد أن انقسمت الهند وهاجر الأحمديون وبقي بعض الدراويش لحماية قاديان أو حماية أماكن المقدسة هناك قال هذا الهندوس لأولاده لا تعرضوا للأحمديين هؤلاء القلائل الذين يتعرض لهم الهندوس والصيخ ويتطهدونهم لأن أطبع هذه الطائفة الأحمدية صادقون وسوف يرجعون ويملكون هذه الأرض مرة أخرى وكما حصل بارك الله فيك بارك الله فيكم بشاهدين الأكارم جزاكم الله أحسنا للجزاء أرجو متابعة ونشر هذه الحلقات حتى يستفيد الناس ونستفيد نحن أفراد الجماعة الأحمدية من هذه الحياة الطيبة من هذه الصيرة العطرة المباركة لسيدنا حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر ترجمة نانسي قنقر